قالت مصادر محلية يمنية أن تسع أشخاص قتلوا بتفجير مسلح جماعة أنصار الله الحوثيين منازل مواطنين في مدينة رداع بمحافظة البيضاء وسط اليمن الثلاثاء وجاءت الحادثة بعد مقتل ثلاثة من مسلح جماعة أنصار الله على يد مسلح قبل من الاززيلعي على خلفية مقتل شقيقة قبل حوالي عام وأدان وزير الإعلام اليمنى معمر الأرياني الحادثة وقال في منشور على منصة أكس أن سياسة تفجير المنازل التي تقوم بها جماعة الحوثيين منذ نشأتها تهدف لإرهاب المواطنين والانتقام من المناهضين لمشروعها من جانبها اعترفت جماعة الحوثيين بالحادثة دون ذكر تفاصيل بشأن حصيلة الضحايا وأعرب المتحدث باسم وزارة الداخلية التابعة للحوثيين عبد الخالق العجري في بيان عن أسفه العميق إزاء ما وصفه بالحادث المؤلم في مدينة لداع بمحافظة البيضاء وقال إن ذلك جاء كرده فعل غير مسؤولة باستخدام القوة بشكل مفرط وغير قانوني من قبل بعض أفراد الأمن وقال العجري أنهم شكلوا لجأنا ميدانية للتحقيق في تفاصيل الحادثة وضبط الجنات وشهدت مدينة رداع عقب ذلك احتجاجات وإحراق أطارات في الشوارع وإغلاق محلات تجارية احتجاجا على الحادثة ترجمة نانسي قنقر